أبناء وابناتي الطلاب وطالبات الصف الأول السنوي الأعزاء أهلا بكم ولقاء متجدد مع سر التفوق كل عام وأنتم طيبون اليوم بدأ العام الدراسي الجديد جميع طلاب مصر في الصف الأول السنوي يذهبون اليوم إلى مدارسهم ولديهم أمور غامضة يحتاجون أن يفهمونها أما طلاب سر التفوق فيذهبون ولديهم دراية كاملة بموضوع المنظومة التعليمية الجديدة لدى كل منهم ثلاث أو أربع حلقات في مناهج المواد المختلفة لأن العام الدراسي بدأ مبكرا في سر التفوق بدأ في أول شهر سبتمبر منذ يوم واحد تسعة ونحن نقوم بالتدريس لأنائنا المواد المختلفة أطيب أمنياتي لجميع الطلاب وطالبات مصرنا الحبيبة بالنجاح والتفوق بإذن الله اليوم العصر الجاهلي العصر الجاهلي أدب والأدب الذي ندرسه هو أو ما ندرسه في الأدب هو التاريخ الأدب كلمة الأدب بمفهومها لا تعني التربية وحسن الخلق الأدب عندما نتعرض للنواحي الدراسية فهي الأدب يعني بفرعيه الشعر والنسر ماذا كان العرب يفعلون في الجاهلية وبعد ذلك سنتعرض لعصر صدر الإسلام في اللقاءات أو في الحلقات القادمة وبعد ذلك العصر الأموي والعصر العباسي في فصل الدراسة تاني وهكذا تتسلسل العصور العصر الذي نحن بصدر شرحه اليوم العصر الجاهلي وسنطبق عليه نص من نصوص العصر الجاهلي وهو نص شباب تسامى للعلى وكهول للسماء قد يتساءل طالب النصوص ستأتي متحررة لماذا نقوم بدراسة النصوص؟ هؤل لك ببساطة هذه النصوص هي بمثابة تدريبات وهي بمثابة سقل لموهبة الطالب في تزوق نصوص العصر الجاهلي وتزوق الدوابط النقدية والبلاغية طب نشوف العصر الجاهلي كده ونشوف هنقول فيه ايه وعلى فكرة النصوص نهاردة انت بشتاخدها بالطريقة التقليدية اللي هي طريقة الشرح لا تاخدها بطريقة النصوص المتحررة فاعتبر نفسك اليوم ان انت في امتحان وان ده نص جديد انت بتاخده الاول مرة بس غاية ما هنالك ان انا هسهل لك بعض المعاني هشرح لك البيت وبعد كده شوف مهرتك تشوف بقى البلاغ اللي احنا شرحناها على مدار حلقتين ماضيتين نشوف مدى استعابك ومدى تفهمك لها نشوف اول حاجة في عصرنا الجاهلي ادب العصر الجاهلي طبعا فيه كتير هيسألوا يقولوا يعني ايه العصر الجاهلي هنقول لهم من الادب او العصر الجاهلي هو فترة زمنية ما هو كلمة عصر يعني زمن الفترة التي سبقت ظهور الاسلام بنحو قرن ونصف يعني 150 عام طب الادب الجاهلي ايه هو هو ادب تلك الفترة ما هو عصر الجاهلي فترة سبقت ظهور الاسلام بنحو قرن ونصف عشان النقاط اختلفوا في تحديد الزمن طيب الادب بقى الجاهلي اللي هو الشاعر والنصر هو الادب الذي قيل في تلك الفترة لماذا سمي العصر الجاهلي بهذا الاسم يعني كلمة الجاهلي دي يعني ايه ده طبعا الانتشار الجهالة والفوضى والعادات السيئة وخد بالك الجهل الجهالة هنا أو الجهل هنا ليس عدم القدرة على الكراءة والكتابة يعني مش نقول ده إنسان جاهل يعني وميلا ده الجهالة هنا بتاعنا الحمقة والطيش والبعد عن روح الثقافة وهنا كلمة انتشار الجهالة والفوضى والعادات السيئة زي عبادة الأصنام ووقد البنات وشرب الخمر ولعب الميسر فهنا دي كلها كتعدات سيئة وقع فين بقى العصر الجهالة ده كان فين بقى يعني احنا هنتحدث عن مين هنتحدث عن السكان اللي عاشوا في بيئة مكانية معينة اللي هي بلاد العرب اللي كانت بتقع في الجنوب الغربي من أسيا ودي بتضم ايه خمسة أقسام الحجاز وتهامة ونجد واليمامة واليمن طب البيئة الاجتماعية بقى الناس اللي صدر منهم هذا الأدب كانوا عايشين ازاي في عندي أهل حضر وفي عندي أهل بدو طب أهل الحضر دول بيعيشوا فين أو بيعيشوا في المدن الحضر جاية من الحضارة زي مثلا مدينة مكة وكان بتتميز حياتهم بالاستقرار برغض العيش لأن عندهم كل متطلبات الحياة مش في صحرة زي أهل البدو اللي كانت حياتهم بتتميز بالتنقل والارتحال بحثا عن الماء والكلأ يعني هو دلوقتي قاعد في مكان صحرة ما فيش بقى الأنهار فيه بقى بر مية ممكن التجف فيه مياه من الأمطار عاملة زي بحيرة مية بيعودوا يشربوا منها طول العام فجفت فيبدأوا يدور على مكان تاني فيه أمطار وهكذا فحياتهم ما فيهاش استقرار يبقى فيه أهل حضر فيه أهل بدو والعرب دولت بقى أصلهم الأصول بقى الأصول العائلية للسكان دولت كان فيه عبنانيون وقحتانيون وطبعا عبنانيون ده نسبة إلى عبنان من ولد سيدنا إسماعيل ودول عرب الشمال أما القحتانيون فهم عرب الجنوب ودولت نسبة إلى جدهم أو جدهم الأكبر قحتان دي أصول العرب في هذا الوقت كل دي لمحات تاريخية الخصال النبيلة للعرب بقى دي خصال فعلا نبيلة تميز بها العرب عشان تعرف أجدادك كانوا إيه عشان خاطر أنت المفروض تقتدي بيهم الفروسية وطبعا ممكن يكون الفروسية مش هتوفر دولتا لأي حد لكن الفروسية دي كانت طبيعتهم لأن كان ركوبهم وتنقلهم وتحركهم كان بيبقى بالخيول أو بالإبل القرم والوفاء والقرم ده اخد بالك ده نتيجة لطبيعة الحياة الاجتماعية وطبيعة البيئة الجغرافية لأن البيئة الجغرافية صحراء قاحلة بينتقلوا وراء العجب والماء فمن يعرف قيمة الحرمان يعرف قيمة القرم لأنك تكون كريما اليوم مع غيرك لأنك قد تحتاجه في يوم آخر فيكرمك والبيئة الاجتماعية ده طبيعي لأن القرم كان من الخصال النبيلة اللي بيتفخروا بيها فطبعا كان العرب أو يفخرون بها فكان أي إنسان يحب أنه يتحلق بما يعجب الناس بعد كده عندي صفات الشجاعة عندي الوفاء وعندي منازلة الأعداء وعندي الصبر وعندي نجدة المستغيث كل هذه كانت صفات نبيلة تحلى بيها العرب طبعا جبنا لكم اللوحة كاملة عشان تحفظهم اللي هي موجودة قدامنا طيب نشوف بقى اللوحة الأخرى معارف بقى العرب يعني الناس كانت بتدرس في جامعة كانت بتروح مثلا مدارس معارفهم جابوها منين اكتسبوها منين طبعا هو العرب لم يكن لديهم علم منظم ولكن اكتسبوا معارفهم من خبراتهم متجرب شخصية فلذلك تلاقيهم برعوا في الفراسة والفراسة في تعرفها هي الاستدلال بهيئة الإنسان على أخلاقه وصفاته اللي احنا بنقول عليها كده في زماننا الحالي نقولك ده فلان ده بيفهمها ويطيرة ده فلان ده عنده فراسة هي دي بقى بيفهمها ويطار يعني يبصلك كده يعرف انت كريم ولا بخيل يعرف انت إنسان وفي ولا إنسان خاين يعرف ان انت إنسان أمين ولا أي حاجة تانية من خلال ايه هيئتك يستدل بالشكل بتاعك على صفاتك طب العلم التاني ايه علم الأنساب وده طبيعي يا شباب لان هما كانت عندهم القبائل دي والتعصب القبلي حاجة مهمة قوي كل واحد كان يهتم بقبلته وبعيلته فبالتالي كان علم الأنساب موجود تجي سأل فلان يقولك اه ده فلان ده من عيلة عريقة ده ابن فلان ابن علان ويقولك ده من عيلة كذا وطبعا كل الناس اللي عندهم علم الأنساب بيبقوا عارفين القبائل وبطونها وعارفين كل حاجة موجودة في عائلات الناس في العصر الجاهل دي معارف العرب الدينية واحد بقى يقولك ايه اليهودية والنصرانية فكان أغلبهم وسنيون يتخذون آلهة متعددة فعبدوا الشمس والقمرة والأصناب واحد يقول له مفيش إسلام هقولك افتكر كده في أول لوحة قلنا ان العصر الجاهلي يطلق على الفترة التي سابقت ظهور الإسلام منحو كرن ونصف ما كانش الإسلام لم يبعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بإيه برسالة الإيه الإسلام يبقى كان في يهودية كان في نصرانية طبعا اليهود كان أغلبهم في المدينة والنصرانية كانت مثلا من ضمن المدن اللي كانت فيها نصرانية كانت نجران والنصرانية هي الديانة المسيحية وكان أغلبهم وثنيون خد بالك يعني الوثنيون دولت يعني ايه يعني مشركين بالله بيعبدوا الأصنام بيعبدوا أليها متعددة عبدوا الشمس عبدوا القمر عبدوا الأصنام وهنا الإسلام لما جيسته فات الفوضى الدينية دي تخد بال أنت لو جيت في وقت يعني أنت لو عشت في فترة ما فيهاش أمان ساعة ما يبقى فيه أمان هتحس بيه يعني أنت لو جيت في وقت كانت النور مثلا على سبيل المثال أنت ماشي في الشارع وكل ما تمشي تمشي في الليل وجيت مشيت في النهار هتفهم طبيعة الحياة وهتشوفها إذن هو الإنسان كده ما يعرفش إيمية الحاجة لما يشوف عكسها وبضدها تتميز الأشياء طب هنا بقى الإسلام استفاد إيه بقى من الفوضى الدينية دي طبيعة ما هو لما يجي الإسلام ينظم للناس حياتها ويجي بدستوره وبقوانين مختلفة طبعا ده هيساعد الإسلام وهيفيده يبهينا نقول له كانت هذه الفوضى الدينية من العوامل التي مهدت لنجاح الدعوة الإسلامية وانتشرها على سبيل المثال لما يجي جي الإسلام في الوقت ده في الوقت كان الناس مقصمين لسادة وعبيد لما جيت أنا وساود بين دول ودول فبالتالي الناس اللي هم كان أحوالهم من الدهورة هيبدأوا يحسوا أن فيه دين بيدعو للمساواة لما يجي مثلا كانت الناس دستورها أو كانوا ماشيين بالنظم القبلية وكان الوفاء كله والانتماء للقبيلة جيت أنا عملت الانتماء للأمة يعني إيه؟ يعني إحنا دلوقتي مش عندنا قابلة هوازن ولا سقايف ولا ولا لا ده احنا عندنا مثلا إيه قريش كلها يبقى في الحالة دي زي هنا لو خدناها مثال على سبيل مثال على مصر يعني القاهرين منتمين للقاهرة وسهاج لسهاج وأسوط لأسوط لا ده احنا عايزين انتماء يبقى إيه؟ لجمهورية مصر العربية الإسلام عمل كده إنه وحد الناس كلها تحت إيه؟ تحت راية إيه؟ وحدة طيب هنا البيئة الأدبية اللي تخصيني بقى برع العرب في الأدب والأدب شعر ونسر طب وده دليل على حاجة آه ما وصلنا منه دل على زكائهم وقدراتهم الأدبية يعني الكتابات بتاعتهم تدل على زكائهم قدراتهم الأدبية لذلك هما كان عندهم أسواق أدبية يعني أسواق أدبية مش مكتبات هيروح يشتري لأنه ما كانوش بيكتبوا الحاجة ده كانت بايه؟ بيحفظوا ويلقوا الحاجة كده ارتجالاً ولكن كانت الكتابة قليلة جداً طب الأسواق الأدبية ده زي سوق عقاز وسوق زلمجاز وسوق دومة الجندل بيتقابلوا فيه ويتعامل فيه لقاءات شعرية وأدبية زي السالونات الثقافية اللي بتتعامل دلوقتي بس دي حاجة بالمفهوم الإعدين كتسمها ايه؟ أسواق أدبية طيب بعد كده يقول لك علل بقى دخلنا في الأسئلة اللي هي من بين السطور علل الشعر ديوان العرب أو ذاتية الشعر الجهلي يعني ايه الشعر ديوان العرب؟ يعني الشعر تحس ان هو كتاب يتحدث عن تاريخ العرب الشعر هو وسيلة الإعلام اللي لما تيجي مثلا هي سيدي حاجة حديثة مثلا بلغة العصر حديث سيدي أو ملف موجود على ايه؟ على كارت مومري وانت قلت مشغله فسمعت لما سمعته عرفت كل حاجة عن العرب يعني هو بيحكي تاريخهم ذاتية الشعر الجهلي سيغة تانية للسؤال كلمة ذاتية دي يعني ايه لما اجا اقول ايه؟ ده الكتابة بتاعتي دي التجربة ذاتية يبقى بتتكلم عني ده القصة دي قصتي سيرة ذاتية يبقى بتتكلم عني فزاتية الشعر الجهلي يعني اعايز اقول ان الشعر الجهلي يعبر عن حياة اصحابه تعال نشوف ايجابة السؤالين دولت ازاي؟ اللي هو الشعر ديوان العرب او الشعر سجل العرب او ذاتية الشعر الجهلي ايجابتهم احنا قلناها هي لان الادب الجهلي جاء صورة صادقة للبيئة والعصر والسجل لعادتهم واخلاهم خد بالك ما كانش فيه وسائل اعلام ولا فيه كانت كليات بتدرس مثلا طبيعة العرب ولا صفاتهم ولا سلوكياتهم ما اللي تكون تعالى في الكلام ده من ايه من الاشعار بتاعتهم يعني لما تلاقي الشعر كل حاجة عمال يقول قبلتي 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 وانا انا انا تعرف على طول ان هم كان اهم حاجة عندهم الفخر والتعصب الايه القبلي بنوعيه الفردي والقبلي لما تيجي واحد بيفتقل بقبلته ويقول مثلا على قبلته قبلة كعب وقبلة كلاب وقبلة ايه بني عامر وبني تميم ويقول الحاجات دي تتيعرف كده انت عرفت انساب العرب من القصائد لما تيجي يتكلم عن ان هو انتصر في المعركة الفلانية ومعركة كذا وكذا على قبلة كذا يبقى انت بتقرخ للتاريخ الحربي والعسكري والسياسي عندهم لما يجي يكلمك عن شعر ويكلم فيه عن احتفالاتهم وعن عددهم يبقى بيكلمك عن ايه عن الحياة الاجتماعية لما يتغزل بايه بمحبوبته يبقى برضو بيكلمك هنا عن الحياة الاجتماعية وايه وهكذا طيب هنا منهج القصيدة الجاهلية اه يعني الشعر الجاهلي كان بيكتب كده لا 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 الناس دي ليها نظام الناس دي ما تكتبش كده منظمين كلمة منهج يعني طريقة اسلوب اول حاجة الشعر يبدأ بمقدمة غزلية طلالية يعني غزل ووقوف على اطلال يعني غزل يتغزل في محبوبته ووقوف على الاطلال يعني هو البكاء على الزكريات تذكر الماضي وبعدين الوصف يوصف ما حاوله بقى يوصف النقل فرس يوصف مضارب الخيام يوصف الجبل يوصف المطر المهم ان هو يصف كل ما ايه ما حاوله من مشاهدات وبعدين الغرض الرئيسي للقصيدة الله يعني هو كل ده بيمهد وبعدين لو هيمدح واحد يبقى الغرض رقم ثلاثة لو هيكتب في الغزل يبقى الغرض رقم ثلاثة لو هيرسي حد الغرض رقم ثلاثة وقد تختم القصيدة بالايه بالحكم ده منهج كده تتحفز الاربع حاجات دولت ده منهج الايه الجاهليين لذلك لما يجي لك بقى في قصيدة من القصائد في النصوص المتحررة ويجيب لك ابيات ويقول لك كيف اتفقت هذه الابيات مع منهج الجاهليين يبقى اكيد اكيد هتبقى بدأ بايه بالغزل او الوقوف على الاطلال او بدأ بالتصريع وكيف خالف الشاعر الجاهليين هتلاقي بدأ باي حاجة غير الغزل والبكاء على الايه على الاطلال لان الادب لو الامتحان هيبقى اوبن بوك يبقى معناها ان انت السؤال مش هيجي لك صريح السؤال هيجي لك تدور عليه من سنة يبقى في كتاب معاك ومش عارف تجيبه اللي ازا كنت فاهم يبقى ما فيش حاجة اسمها ان ايه ان الامتحان لأوبن بوك انا هسيب الادب لاخر السنة اطلاقا هتيجي اخر السنة مش عارف تجيب اصلا ولا عارف السؤال ده جايلك على الادب الجاهلي ولا جايلك على العصر صدر الاسلام فلازم من دلوقت اتبعنا وديك انت شايفه هو الادب احنا بنشرحه بنشرح الادب وطول عمرنا بنشرحه فين في قناة ايه مصر التعليمية بنقدم كل فرع بنقدمه الابناء طيب بعد كده علل بقى السؤال على اللي فات احنا اتفقنا القصيدة لما تيجي بالشكل ده تبقى متربطة ولا مفككة اكيد مش متربطة لانه بدأها بغزل وكاء على اطلال وصفه بعدين دخل في الغرض الاساسي حكمة اغراض متعددة يبقى ما فيش وحدة عضوية يبقى ما فيش وحدة عضوية في القصيدة والوحدة العضوية دي يا جماعة يعني القصيدة تحس انها فيها وحدة موضوع ووحدة جو نفسي بتكلم عن مصر بدأت القصيدة قلت لك يا مصر خاطري وجناني انت منيتي كنت اغلى الايه الاماني هابدأ بقى ايه اتكلم كل القصيدة عن مصر ويبقى الجو النفسي كله حب مصر والفخر بها والاعتزاز بها لكن هو بيجيب لك قصيدة بدأ ببيت في الغزل وبعدين امدخل في فخر بالقبيلة وبعدين وصف وبعدين متح وبعدين حكمة وبعدين زم اعداؤه ايه ده يبقى بالتالي عمرك ما هتلاقي وحدة موضوع ولا وحدة جو نفسي اختفت الوحدة العضوية وهيبقى السبب هتقول له لتعدد الاغراض اللي كانت موجودة قدامكم في اللوحة لتعدد الاغراض ولأن البيت وحدة القصيدة يعني كل بيت تحس انه القصيدة ايه لوحده ترتب وتأخر في الابيات هتلاقي المعنى مش هيتغير عشان تبقى عارف لكن فيه قصائد الابيات كلها مرتبة خلف بعضها ما تقدرش تجيب بيت في الاول ولا بيت في ايه في الاخر طيب بدا سؤال اختفاء الوحدة العضوية المعلقات احنا تكلمنا عن الشعر الشعر بقى لما يبقى طويل اوي يبقى اسمه معلقات المعلقات هي ايه قصائد تول مجموعة من قبار الشعراء وهي تعد من اجود الشعر طيب ليه سموها المعلقات نعرف شعراءها الاول هم شعراءها سبعة السنة دي مش مطلوب منك تعرف معلومات عنهم المعلومات دي بسنة تانية سنوي هتاخدهم بالتفصيل المعلومات والبيت الاولاني من كل معلقة اللي هو المطلع وتعرف كمان المعلقة بتدور حوالين ايه وتعرف مقيلة عنها ومكانتها لكن النهاردة والسنة دي شعراء المعلقات السبعة بس امرق القيس اللي هو بيلقب بالملك الضليل زهير ابن ابي سلمة وطرفة ابن العبد ولبيدي ابن ربيعة وعنطرة ابن شداد التانين والحارس ابن حلزة وعمر ابن كلسوم يبقى سبعة نقولهم تانية عمر ابن ايه ابن كلسوم اللي موجود قدامنا والحارس ابن حلزة وعمر ابن شداد واللوحة اللي فاتت كان فيها امرق القيس وطرفة ابن ايه ابن العبد ولبيدي ابن ربيعة وزهير ابن ابي سلمة السبعة دولة تحفظهم من اسماء الايه شعراء المعلقات طيب بعد كده عندي لماذا سميت المعلقات بهذا الاس؟ ليه سموها بهذا الاس؟ كلمة معلقات قيلة انها كتبت بماء الزهب وعلقت على اسطر الكعبة من كلمة علقت ديت دقيلة كل دي اقوال وقيلة لانها سريعة التعلق في ازهان الناس فحفظوها يعني هي حاجة جميلة خد بالك وما كان عندهم موهبة وملكة الحفظ لان ما كانش فيه كتابة حفظوها طيب وده ارجح الاسباب انها ايه التعلق بالازهان يعني اول ما تسمحك هي اتعلق معاك السبب التالت عايزك تفهمه عشان الطلبة بتفهمه غلط قيلة تشبيها لها بعقود الدر عقود الدر يعني عقد في جواهر بترتديه السيدة مثلا في ايه تضعه في رقابتها ده سمين غالي القيمة فهو عشان المعلقات غالية القيمة فسموه نسبة الى ايه او تشبيها بايه بعقود الدر التي تعلق في صدور النساء الحسان دي كانت المعلقات بعد كده بقى عندي سمات الشعر الجاهلي عشان اختم الادب وادخل على النص التاعي الشعر الجاهلي سمات وضوح المعاني جودة استعمال الالفظ في معانيها الموضوع عليها يعني اللفظ ملائم للغرض اللي انت عايز تحققه الاخيلة البديعة والتشابيه الطريفة يعني الخيال جميل والتشبيهات بتاعته طريفة واستعارات جميلة وكمان القصد في استعمال الفاظ المجاز وعدم تعمد استخدام المحسنات البديعية يعني المحسنات البديعية مش بجيبها عشان مجرد كده جيب محسنات وخلاص زي الناس اللي هي بتتكلف عشان تجيب ايه محسن يعني مثلا يقولك ازايك يا عم نور اخبارك ايه النهاردة انت مسرور فهو نور ومسرور هو جيبها دي اسمها متكلفة لكن في حاجات بتيجي لخدمة الايه المعنى نفسه ايثار يعني تفضيل الايجاز اللي ازا دعت الحاجة لو في حاجة ان انا طول يبقى هطول ما فيش يبقى انا ايه هاوجز في الايه في اللفظ وعلى فكرة السؤال ده جي في امتحان العام الماضي في امتحان الفصل الدراسي الاول جي السؤال بتاع سيكتب سلس سمات او سمتين من سمات الشعر الايه الجاهلي نخش بقى على اول نص واخد بالك عشان هنطبق بقى النهاردة ده كده نص شباب تسامى للعلى وكهول للسماء النهاردة بقى الاختبار الحقيقي للبلغة من خلال هذا النص ركز معايا كده ان شاء الله ان شاء الله هتخرج من الحلقة تعرفت ايه تحل بعد كده المصوص المتحررة لان النهاردة انا مش هدي لك الايه اتفقنا مش هديك السنارة النهاردة او مش هديك السمكة هديك السنارة عشان انت تصطاد انت الفترة الفترة دي كلها كنت بديك السمكة وكنت معلمك اديتك السنارة وعلمتك تصطاد النهاردة بقى التطبيق طب نشوف بقى الاول النص دو مش المفروض ان انت هتتسئل في الحاجات ديات ولكن انت النهار ده بتاخد اول نص فلازم تاخده تاخد معلومات عشان خطر تعرف تخش معنا في موضوع تزوق النصوص الجاهلية الشاعر بتاع النهار ده السموءل ابن غريد ابن عدياء شاعر جاهلي جاهلي كان واحدا من اكثر الشعراء شهرة في عصره وضرب به المثل في الوفاء يعني كان هو قمة الايه الوفاء قيل اوفى من السموءل يعني انت لو بتتصف بالوفاء يقول لك اوفى من السموءل بجيب لك اجيب لك مين بجيب لك اعلى درجة في درجات الوفاء عشى في خيبر وتوفى سنة خمسمية وستين طيب هتفهم انت حتة فكرة ضرب به المثل دي وخاصة في الحلقة القادمة عشان فيه ابنائنا بيستعجلونا في الحلقات يعني انتوا سيبوا الحلقات انا انظم لك حياتك ما تمشيناش انت على حسب حياتك ازاي انظم لك حياتك العلمية ومنهجك سيب المعلم اللي بيشرح في سر التفوق او مدرسة هو قدرى بايه المناسب اللي انت تاخده قبل ايه فطلبة كتير بتستعجلنا في دروس يعني في طالب بقاله مثلا حوالي 3-4 حلقات بيطلب نشرح مكرم الاخلاق هشرحها لك ان شاء الله الحلقة الايه القادمة بتجيني اسئلة في موضوعات لسه بقى اجل الاسئلة دي هجيبها لك واشرحها لك في الحلقة لان اكيد انا لما رد عليك في تعليق مش هقدر اوصل لك المعلومة زي ما انت عارف بديك الاجابة المختصرة بتقول لي ده تشبيه ايه بقولك نوعه كذا طيب شرحه هشرحه لك ان شاء الله في الحلقة واقول السؤال واقول اسمك كمان عشان خاطر تشجيعا ايه لك طيب الفكرة العامة للنص تقدم الشاعر لخطبة فتاة فرفضته طبيعي راح يخطب واحدة فرفضته في فرق ان واحد يروح يخطب واحدة وترفضه وفي فرق انها يعني تهينه اهنته بانها تعللت بضعف قبيلته وقلة عددها الناس المحترمة الناس الكويسة لما تيجي تروح حد يروح يتبه حد هم مش عايزينه ولا بيفكروا فيه ولا عايزينه حتى يصلح نفسه فبيقولوله مفيش نصيب لكن اللي عايزينه يصلح بيقولوله عيوبك كذا ياريت تعمل لنا فهنا هي اهنته بايه بحاجة مش في شخصه تعللت بضعف قبيلته وقلة عددها يعني قبيلتك عددها ايه قليل انت مش قبيلة كبيرة اوي رد الشعر عليها بهذه القصيدة الله طالما رده يبقى بيفتخر ليبين لها ان قيمة القبيلة ليست بقصرة عددها بل بحسن خصال اهلها تعال نشوف السماوء الآن ايه بقى قال لها اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميله وان هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس الى حسن السناء سبيل تعيرنا ان قليل عديدنا فقلت لها ان القرام قليل وما قل من كانت بقاياه مثلنا وما درنا ان قليل وجارنا عزيز وجار الاكسرين زليل اذا سيد منا خلى قام سيد قؤون لما قال القرام فعول وما اخمدت نار لنا دون طارق ولا ذمنا في النازلين نذيله وايامنا مشهورة في عدونا لها غرر معلومة وحجوله سلي سلي ان جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول سامع طبعا طالب بيقول احنا عايزين نرجع تالت عدادي ايه الكلام الكبير ده طبعا عايز اقولك هي البداية كده بس دايما البداية بتبقى غريبة شوية لكن صدقني يعني انت لما تبدأ تعرف المعاني وتقدر تتعرف على الشعر الجاهلي هتحس بس ان فيه غرابة بعض الالفاظ وده للبعد الزمني بيننا وبينهم لكن مجرد ما هتتزوق هتحب النصوص دي قوي تعال نشوف اول بيت اذا المرء لم يدنس من اللقم عرضه فكل رداء يرتديه جميل انا اجيب لك بس في الاول كده في اول حلقة في اول نص هتلاقي فيه معاني وشرح لكن بعد كده مفيش الكلام ده بعد كده هناخد الابيات على طول كنص متحرر هنا طبعا اذا المرء المرء اللي هو الانسان او الرجل وجامع المرء رجال اذا لم يدنس يدنس يعني يتلطق يتلوث يبقى اللقم هنا اللي هي الخصة وطبعا والدناء وعكسها العفة والشرف جمعها اعراض فانا عايز يقولك اذا انسان ما ارتديه اشياء دنيئة خسيسة تقل من ايه من قمته وتقل من شرفه اعرف كده ان الانسان ده كويس ليه لان كل الرداء كلمة رداء على المستوى المعنى او الحقيقي رداء يعني ثوب ولكن المراد هنا صفة وجامع رداء اردية جميل يعني عايز يقولك ايه الانسان اللي هو ما عندوش خسة ولا دناءة تعرف ان كل صفاته ما وفيه صفة يا جماعة اذا توفرت في شخص يعني لو عندك شخص امين الشخص الامين اللي هو حريص على انه يدي الحقوق لاصحابها هتلاقي كل صفاته ايه كويسة هنا فيقولك اذا الانسان ما ارتكبش اي حاجة دنيئة يعني تلوز تاريخ حياته وتقلل من قيمته تعرف ان كل صفاته بعد كده هي صفات ايه كويسة يعني المعنى الاجمال البدء ايه بيقولك يبدأ الشاعر بحكمة جميلة ودي يا جماعة بيسموها براعة استهلال براعة استهلال ايه حسن البداية هو بدأ بحكمة جميلة حكمة جميلة بيقولك ايه ان الانسان اذا بتعب بنفسه عن الخصة والدناءة وعاش شريفا يتصف بكل الصفات الحسنة دي مقدمة ولسه مردش عليها خالص هو بيتكلم هنا ان اهم حاجة الاخلاق والصفات الحسنة دخلنا كده بقى في شغلنا بتاع النصوص المتحررة الهنا اسلوب البدء يا استاذ انت قلت لنا البدء اما خبر يا انشاء يا خبر لفظ انشاء معنى طب ايه هو الاسلوب بعرفه ازاي استاذ هتبص الاول في امر نهي نداء استفهام تمني مفيش يبقى يا خبر يا انشاء يا خبر لفظ انشاء معنى الخبر يا لفظ انشاء معنى في دعاء زي جزاك الله خيرا حفزك ايه الله جزاك ربك خيرا وهكذا هنا مفيش الكلام ده ومفيش اي امر ولا نهي نداء الاستفهام يبقى طبيعي الاسلوب هيبقى ايه خد بالك هيبقى خبري ودي الاجابة بتاعتنا طيب تعالى كده نشوف هتطلق خط تحت يدنس وقلنا يدنس يعني يتلطخ يتلوس والعرض اللي هي الشرف واللقم اللي هو طبعا الخصة والدناء يعني عايزوا لان شرفه ما بيجيش عليه اي خصة او ندلة تلوسه الله الشرف ده حاجة معنوية يا استاذ ازا هنا ده مش تعبير حقيقي ده تعبير مجازي حلو اول تعبير مجازي في ايه صور مجرد ما قلتلي صور يبقى يا تشبيه يا استعارة تسأل نفسك سؤال هو صور ايه صور العرض العرض هنا موجود اللي هو الشرف صوروا بايه صوروا بسياب نظيفة غير ملطخة تمام وصور اللقم اللقم موجود يبقى العرض واللقم اللي هم المشبه موجودين المشبه بيه اللي هي السياب او المادة النجسة مش موجودين يبقى ده مش تشبيه يبقى على طول خرجت من دائرة التشبيه لدائرة الاستعارة وهنا استعارة ايه مكنية واشرح له كده لو حبيت هقوله استعارة مكنية حيث صور العرض بما ايه ثوب النظيف والايه واللقم بمادة النجسة ايه لا تلوسه خلاص دي استعارة ايه مكنية طب نشوف كده الاجابة عشان نشوف الكلام اللي احنا بنقوله صح والغلط هتلاقي الاجابة ايه استعارة على طول طيب بعد كده هنا فكل الرداء ما احنا خلاص بقى افهمنا يا استاذ ان الرداء ما استوها على مستوى الحقيقة هي ثوب بس هو ما يصدهاش هو اساسا مش لا بالسياب هو لا بالصفات اذا هنا صور وطالما قلتلي صور يبقى احزف على طول المجاز المرسل يبقى عندي يا تشبيه يا استعارة طب انا عايز اعرف اه هو تشبيه ولا استعارة لو عندي المشبه والمشبه به هو الرداء هنا المقصود بالصفة يبقى صور الصفة فين الصفة مش موجودة استبعد التشبيه طب انا عايز احدد هي مكنية ولا تصريحية اسأل نفسك سؤال هنا هو اللي موجود ايه اللي موجود المشبه لا يبقى نديلها غلط طب اللي موجود ايه المشبه به يبقى نديله صح تبقى استعارة تصريحية وقلنا لك الكلام ده صح صح تشبيه صح غلط يعني مفيش مشبه به يبقى استعارة مكنية غلط صح يعني مفيش مشبه تبقى استعارة تصريحية تعالا كده نشوف اجابتنا هنا يبقى رداء استعارة ايه تصريحية لأنه صور الصفات بالإيه بالرداء يبقى جابت سؤالنا كانت استعارة إيه تصريحية يعني حتى بعد ما استبعد الكنية والمجاز المرسل وادخل في التشبيه والاستعارة واستبعدت التشبيه اللي استعارة نفسها فيها مكنية وفيها إيه تصريحية طيب نشوف مع بعض كده اللي بعده نوع المحسن البديعي في البيت الأول على الفور على طول محسنات بديعية علمتكم البيت الأولانية أول حاجة تبص فيها تشوف فيه تصريع التصريع اللي هو في نهاية الشطرين إذا المرء لم يدنس من اللقم عرضه هنا الشطر الأول ينتهي بكلمة عرضه فكل رداء يرتديه جميله الله ما فيش توازن موسيقى ما فيش بينهم خالص كلمة عرض وجميل ما فيش هنا اتفاق في القفية بتاعته أو في أواخرهم يبقى ما فيش تصريع استبعدت التصريع خد بالك والسجعة أصلا أنا مستبعده اللي تحتها لسبب واحد إن السجعة في النسر بيش في الشاع يفضل عندي حسن التقسيم والطباق حسن التقسيم تلاقي البيت متأسم لما تيجي تقرأه لازم تأسمه زي الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاص والقلم هل ده موجود هنا؟ مش موجود يفضل للطباق طب ما أنا عايز أتأكد يا استاذ ده كود انت جاء حاطة سؤال غلط الطباق يعني كلمة عكس كلمة تضد بينك كلمتين طب نبص كده إذا المرء لم يدنس يدنس يعني إيه؟ يتلطخ يتلوس يبقى حاجة ملوسة وفي آخرها كلمة جميل تحته بخط الاتنين يبقى نوع المحسن البديعي بالبيت طباق وطبعا في التدرك في الأسئلة لسه هكلمك بعد كده على إنت يبقى طباق سلب وإنت يبقى طباق إيجاب نشوف سؤال تاني في بيت تاني وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن السنائي سبيله آه يحمل على النفس يعني يدفع عنها يبعد عن نفسه الضيم اللي هو الزل يعني عايز يقول لك إيه؟ وإذا كان الشخص مش قادر يمنع نفسه من الزل يعني معناها أنه يعيش زليل فليس إلى حسن السناء سبيل السناء طبعا اللي هو المتح الذكر الحسن وحسن يعني جمال وعكسها قبح أو سوق وليس إلى حسن الثناء وعكس السناء الزم وحسن جمعها محاسن سبيل يعني طريقه جمعها سبل وأسبلة يعني بيقول لك كده بالضبط إذا عشت إنسان زليل وردت لنفسك الزل وما دفعتش عن نفسك ضد إن أي حد يزلك ها؟ انسى يبقى ما تستناش إن حد يذكرك بالخير يبقى إذن هنا فلن يمدح الناس أفعالك أو يذكرك بخير طب أنا طالب على مستوى الكلام ده أعمل إيه؟ يعني أنت كطالب على مستوى الكلام ده زاكر دروسك عشان لما دروح في الانتحان ما تجيش تقول للواحد يا محمد، يا محمود، يا مثلا سميرة، يا تهاني أنا عايز سؤال هيقول لك ما ذاكرتش ليه؟ وأنت تاخد مجهودنا؟ ما هو كده تعرضت للايه؟ للإزلال والإهانة يبقى في الحالة دي مذاكرتك هتخليك إن انت تبقى شاطر الناس تذكرك بخير خد بقى الكلام ده في كل إيه؟ في كل حياتك هتلاقي إن الإنسان لما يعيش إنسان عزيز النفس ويعيش عفيف النفس ما يتزلش لحد في الحالة دية الناس هتذكره بخير لكن إنت لو كنت إنسان مثلا مزلول هيذكروك بس مش بالخير هيذكروك للتنضر ويحكوا عليك حكاوة عشان خطر يتحكوا عليك طيب هنا بقى نشوف أسئلتنا اللي هي على النظام امتحان آخر العام وإن هو لم يحمل على النفس ضيميها فليس إلى حسن السناء سبيله البيت كله كناية أنا سهلت عليك ما قلت لكش هو تشبيه ولا استعرار كناية خد بالك الكناية يعني إيه؟ يعني أنا بجيب عبارة وأنا مقصدها شأقصد المعنى المستخبي فيها المعنى المستخبي فيها زي ما جقول مثلا إيه؟ البيت اللي هو بتاع لك يا مصر خاطري وجناني إن تمنيتي كنت أغلى الأماني دي كناية كناية عن إيه؟ عن شدة حبه لمصر طيب هنا بيقول إذا هو مقدرش يدفع عن نفسه الزل يبقى محدش هيذكره بالخير يبقى ده إنسان قوي ولا إنسان ضعيف طبعا أكيد إنسان ضعيف يبقى دي كناية عن الضعف طيب هنا وإن هو لم يحمل برضو نفس البيت بس السؤال هنا اختلف علاقة الشطر الثاني بالأول بص العلاقات دي أنا شرحتها وهشرحها لك تاني هنا بيقول لك علاقة الشطر الثاني بالأول تعليل ولا تفصيل ولا توضيح ولا نتيجة بص التعليل لما تقول أذهب إلى المدرسة لأتعلم السبب لذهب إلى المدرسة التعليم خلاص يبقى إذا هنا إيه؟ يبقى في الحالة دي إن هي اللي أتعلم ده تعليم طب ذهبت إلى المدرسة فتعلمت يبقى أنا لما روحت اتعلمت يبقى دي نتيجة طب التفصيل لما أجأ أقول مثلا أحب سنين أبي وأمي ما هو كلمة سنين مين هما؟ اللي هما أبي وأمي تفصيل بعد إيه؟ إجمال التوضيح بقى لما بيكون بيوضح معنا البيت اللي قبله هنا علاقة الشطر الثاني بالأول بيقول إيه؟ وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن فليس خلاص على طول دخلت في إن ده إيه؟ إذا هو ما دفعش عن نفسه ضد إيه؟ أي زل يتعرض له يبقى في الحالة دي إيه؟ ليس إلى حسن يبقى دي نتيجة لما إيه؟ قبلها يبقى العلاقة هنا نتيجة نفس البيت بيقولك تنكير كلمة سبيل يفيد إيه؟ يعني بيقولك مفيش طريقة ومفيش طريق إن الناس يذكرك بالخير هل أنا عزمت كلمة سبيل؟ أنا مش شايف كده خالص ولا حكرتها برضو السياق هنا لا يحتمل التعظيم ولا التحقير ولا حتة القصرة وما ليحتمل العموم يعني مفيش أي طريقة تخلي الناس تذكرك بالإيه؟ بالخير طالما إنت قبلت إن صرتك تبقى سيرة سيئة من خلال تحليك بصفات وحشة من خلال إنت كنت خاين كنت غشاش كنت غدار وكنت كذاب كل دوت يخلي الناس تذكرك بالإيه؟ بالسوء خد بالك كل ده هو ما جاش نحيتها خالص ده هو بيديها بيدي للبنت اللي كان راح يخطبها بيديها درس بيعرفها المقياس الحقيقي اللي تقيس بيه لإيه؟ الناس أهو بقى بدأ بقى يخطبها مباشرة تعيرنا يعني بتعيرنا بتعبنا أنا يعني أننا خد بالك أنا وإسمها أنا قليل ده خبر أنا عديدنا بتعيرنا وإن إحنا عددنا إيه؟ قليل العديد اللي هو العدد جمعها عدائد فقلت لها ردت عليها بقى إن القرام قليل خد بالك الكرام اللي هو ما كسيره العطاء وعكسها اللي قام الكريم عكسها اللئيم وجمع الكرام هنا أو الكرام هنا مفردها كريم كلمة كريم تجمع على كرام وكرماء فقلت لها إن القرام قليل ووس كلام مجز أوي قال لها إيه؟ أنت بتعيرينا أن إحنا عددنا قليل ده طبيعي عايز أقلك سؤال هو نعم في حاجة أقول لك أنت من أطيب مئة مليون مواطن مصري في الحالة دي أنا ما دحتكش خالص ده أنا اعتبرتك زيك أن كل أن أنت في درجة متساوية مع المئة مليون دول لكن لما يجي حد يقول لك أنت من أشيك عشر شباب مثلا في مصر أنت من أطيب أو أنت أطيب واحد قابلته في حياتي هنا كل ما العدد يقل كل ما تزداد القيمة فهو بيقول أن هي بتعيرنا بأن عددنا قليل فردت عليها وقلت لها ده طبيعي العزماء طول عمرهم عددهم قليل حتى أنت ما تيجي تعمل حصر للناس المتميزين هتلاقيهم يتعدوا على الأصابع يعني مش بالشكل اللي هو إيه مش بالشيوع أو بحطة العملية التعددية دي طيب يبقى بيقول لها هنا أن ذلك ليس عيبا لأن الكرام عددهم قليل طبيعي هنا تعيرنا هي بتعيرنا ليه خد بالك أنت ما تراحل بيت كي تقول للمامتك مثلا يا أولباك يا ماما يا باب ده الولاد بيعيروني طب ده أنا مش رايح المدرسة تاني هتقول لك ليه هتقول لها الأولاد بيعيروني بيعيروك إزاي بيعيروك ليه أهو أنها قليل عديدنا يبقى ما سبب معايرتها لهم أنهم قليلي أو قليل العدد يبقى أكيد هنا هتبقى تعليل العلاقة بما قبلها طيب فقلت لها إن القرامة قليل لما كلمة إن القرامة قليل طبعا سيبك أنت من غير إن هو اسلوب مؤكد بإن وفوق تعيرنا أن قليل اسلوب مؤكد بأن الحاجات الصغيرة دي يعني ما يصحش اللي كنا يعني الحاجات دي بيعرفها طالب ستة تدائي ما فحصحش هناك جبالك في سؤال وأقولك إن القرامة قليل ده اسلوب مؤكد بإيه يعني دي واضحة جدا ولكن أجيب لك سؤال فني إن القرامة قليل ده سؤال يدي تهديد يعني بيهددها ولا يدي تعظيم بيعزم في قابلته ولا خضوع إن إحنا قليلين فهنغضع عليكم ولا خجل أنا بقولها أنا مكسوف أكيد طبعا كلمة قليل جاية مع القرام يعني جاية مع حاجة إيه عظيمة يبقى إذن هنا أجابتنا هتكون إيه إن القرامة قليل للتعظيم بدي إجابة السؤال اللي موجود قدامنا هكذا عايزك تاخد الأمور ببساطة صدقني والله الأمور هتبقى حلوة وهتعرف تحل بس انت فكر شغل مخف قعد كده في تكي كل الخطوات اللي أنا بقولها لك واستبعد الإجابات الغير منطقية الغير محتملة كتير قوي من طلبنا وأبنائنا للأسف في هذا العصر اللي هم بدأوا يذكروا واللي بدأوا مبكرا بيزهق تجي له قطعة قراءة متحررة طويلة قوي يزهق منها ويبدأ بقى إيه لو هو بيذكر من كتاب في إجابات يبدأ يدور على الإجابة وتلاقيين جاوب إجابة هو مش فاهم معناها فهنا لازم تقرأ كويس عشان يبقى عندك العقلية الناقضة المتزوقة السؤال اللي بعد كده في البيت اللي جاي وما يتقل خلاص هو قال لها انت بتقولي علينا احنا قليلين ماشي يا ست الكرام قليلين وهفترض ان احنا قليلين ولو في حد قليل غيرنا هيعتبر مش قليل هيعتبر حاجة كبيرة وما قال لنا في يعني عمره ما هيبقى قليل من كانت بقاياه بقاياه مثلنا البقايا هنا مش المقصود بها اللي فضلين الفضلات لا ده البقايا هنا خيار القوم مثلنا يعني عايز يقول ان احنا كلنا ناس عظمة واللي فضل مننا عظيم ليه عظيم ليه لانه ايه شباب سواء شباب عندنا او كهول شباب تسامى يعني تطلع وارتقى للعلى يعني الشرف وكهول يعني عايز يقول لها ان اي حد هيكون في مثلنا او في حالتنا الناس اللي عنده عددهم قليل بس كلهم شباب وكهول عندهم طموح وبيتطلعوا ويرتقوا الى تحقيق الامجاد والعلى عمرنا ما هنكون قليلين واي حد شبيه بنا يعرف ان هو شخص ايه عظيم وهنا ليس بقليل من كانت بقاياه بقايا قبيلته شبابا وكهولا يسمون للرفعة والشرف تعال كده في شاب يعني طالب كده قاعد سمع كلبة شباب وكهول قال انا عندي سؤال محضر اجابته لازم افاجئ به الاستاذ احمد لو قاله طب نستنى السؤال ده وانتو اكيد متوقعينه هنا بيقول شباب تسامى للعلى وكهول ايه نوع الخيال وصي هدى كده شوية عايزك تركز معايا وتهدأ احنا اتفقنا خيالي يعني تشبيه استعارة كناية مجاز مرسى تشبيه واستعارة علاقة مشابهة يعني اول ما تلاقي نفسك تقول شبه كذا بكذا يبقى بتدخل على التشبيه والاستعارة اول ما تلاقي نفسك بتقول ده تعبير بيدل على كذا يبقى بتدخل على الكناية في العلى فين لو حد عارف عنوان للعلى يدهوني عشان اوصله ولا بيروحولوا مثلا بيركبولوا ايه طيارة ولا سفينة ولا اوتوبيس اذا العلى ده حاجة معنوية يعني مكانة غير محسوسة ولا ملموسة يبقى انا صورت العلى طالما قلت صورت يبقى تشبيه او ايه او استعارة تفقنا هو قلنا احنا معانا ايه الالمين الالم اللي عليمين والالم اللي ايه ع الشمال اجيب اقلم تبان شوية ده المشبه وده المشبه ايه بيه انا لما اجا اقول صورت الجندي بالاسد عندي الاتنين يبقى دي اسمها الصح صح تشبيه الجندي يزأر صورت الجندي بالاسد اللي مش موجود يبقى دي اسمها استعارة مكنية لو جيت ام تقايل رأيته اسدا يطلق النار يبقى هنا مفيش الجندي وفيه الاسد تبقى دي على طول استعارة ايه التصرحية تعال انطبق الكلام ده هنا شباب تسامى للعلى صورت العلى العلى ظهر اهو صورت ايه بشيء مادي مش موجود يبقى هنا صح غلط خلاص يبقى استعارة واستعارة ايه استعارة مكنية يبقى شباب تسامى للعلى وكهول استعارة مكنية اني صورت العلى كأنه شيء مادي او مكان نصل ايه اليه تعالى نشوف كده سؤالنا اختياراتنا كان فيه استعارة مكنية كان فيه تشبيه ما جاز مرسل انا استبعدته بعد كي استبعدت التشبيه بقى عندي استعارة مكنية وتصريحية وصلنا للاستعارة المكنية هكذا تكون الاجابة نوع المحسن البديعي في البيت وهنا بقى الطالب اللي كان متوقع سؤالي ها هنا محسن بديعي في البيت اولا انا بستبعد التصريح نهائيا يفضل لجناس وطباق ومقابلة حلو قوي الجناس يعني كلمتين يشبهوا بعض في الحروف مع اختلاف المعنى مش لاقي يفضل التباق كلمة عكس كلمة او جملة عكس جملة دي للمقابلة انا شايف عندي شباب وكهول دي كلمة وكلمة يا استاذ يبقى في بينهما تباقي يبقى محسن بديعي اسمه ايه تباقي يوبح المعنى ويبرزه بالتدار طيب هنا تنكير كلمة شباب خلاص بقى انت تعلمت انا هنا الشباب اللي تسامى للعولد والناس حلوة ولا ناس يعني ناس كوائسة مصار للفخر ولا مصار للعار طبعا مصار للفخر هنا فيه التعظيم فيه التحقير وهنا فيه القلة وفيه الأولى والثالثة طبعا هنا شباب تسامى شبابنا الجمال اللي هما بيتساموا للعولة يعني حاجة عظيمة يبقى هنا للايه للتعظيم هما قليلين في القبيلة اه بس ما كانتهم ايه عظيمة طيب وما درنا ان قليل وجارنا عزيز وجار الأكسرين زليل اللي يدرنا وانت بتقول لنا ان احنا عددنا قليل ماشي خلاص احنا قليلين بس القلة المثمرة خير من القصرة المجدبة يعني ايه انت لو عندك قطعة أرض عبارة عن قراط والقطعة الأرض دي مثمرة وبتجيب محصول وعندك في السحراء خمسين فدان ما لهمش قيمة جنب مين جنب القراط اللي دي المثمر فهنا كذلك هنا القصرة القلة المنتجة خير من الايه من القصرة الضعيفة القلة القوية خير من القصرة الضعيفة صدقوني هي مش بالعدد هنا بما يقدمه هذا العدد فبقول لها ايه وما درنا يعني هنا مش هيئذينا ولا يعبنا اننا قليل اي عددنا قليل بس أخوياء ايه الدليل على انهم أخوياء جارنا عزيز ما هو انت قوي فبتحمي نفسك وبتحمي مين جارك ما هو في حد هيحمي جاره ومش هيحمي نفسه يبقى معناها ان احنا أخوياء جارنا عايشين في عزة جنبنا وجاروا الاكسرين ذليلوا في حين ان الناس القطار اللي معهم عندهم قصرة جارهم عايش في زل طيب الزل ده ليه لان هم مش قادرين اصلا يحموا نفسهم عشان يحموا ايه جارانهم وهنا المعنى الاجمالي للبيت لا يعيبون قلة عددنا ما دمنا لبأس وقوة وجارنا يعيش في حمايتنا عديدا في حين ان كثير من ان كثيرا من القبائل كثيرة العدد تعيشوا ايه ضعيفة وجيرانهم يعيشون في ذل وسؤالنا المعتاد المحسن البديعي في البيت واحد طالب قال لي يا أستاذ في تصريع استبعده لان ده مش البيت الاول طب وطرده يا أستاذ من المحسنات استبعده لان ده برضو مش في المحسنات طب واللي ازدواج يا أستاذ ده بيجي في النسر استبعده مافضلش غير المقابلة صح؟ ماشي انا خلي بالك دلوقتي بيجيب لك الاسئلة فيها الحاجات ديك ليه؟ عشان انا لسه بدربك فعايزك تعرف انت خلاص وصلت ان ما فيش منطقية ما فيش غير مقابلة تقوم انت تسأل نفسك ايه هي المقابلة؟ هي جملة عكس جملة تقوم انت تحاول تطلعها تحاول تطلعها يقوم تفهم البيت تعال كده للبيت وما درنا ان قليل وجارونا عزيز يبقى احنا قليلين وجارنا عزيز وعكسها وجاروا الاكسرين زليل خطة هو تحت جملة ان قليل وجارونا عزيز دي جملة الاولى وجاروا الاكسرين زليل في الحالة ديت ما فيش حد يجي يقول لي قليل والاكسرين ده تباق واحد يقول لي ده عزيز وزليل ده تباق مش قصتي انا قصتي هنا هاخد المقابلة على بعضها محسن بديه طيب ازبت للم يا سيدي بالدليل ان انتم ناس عظماء اذا سيد منا خلا اذا سيد يعني رجل عظيم وجمعها سادة اذا سيد او جمعها سادة واسياد وسيائد اذا سيد منا خلا هنا يعني مات طيب هو ليه ما قالش مات يا استاذ هو استصعبها على نفسه اذا سيد منا خلا وممكن برضو خلا تشير الى خلو مكانه يعني رجل يحتل منصبا رفيعا في قبيلاتهم فدي مكانه بوفاته قام على الفور بص قام السيد يطلع غيره على طول كلنا عظماء عندنا توارث هنا في السيادة توارث في العظمة عندنا كوادر قام السيد ققول يعني كثير القول بس مش كلام على الفادي لما كان الكرام فعول يعني عايز يقول هنا كثير القول في ايه لما قاله الكرام وفعول يبقى كثير القول والفعل يبقى يفخر الشاعر بقومه الذين توارثوا السيادة والشرف جيلا بعد جيل وكلهم قرام القول والفعل كلام في منتهى الجمال ويرد رد عليها قاطع طيب الشطر الاول بقى في النص ده ايه كناعا ايه اللي هو اذا سيد منا خلا قام خلاص قام سيد واحد يموت يجي سيد غيره عزيم يموت يجي اعظم منه ده كناية قسر اعمارهم انهما بيموتوا على طول مش هيدين المعنى مش هو ده المعنى الصراع على الحكم برضو مش هو ده المعنى اهما مش هما اللي قتلوه قلة الخبرة ما كانش يمسك ما كانش قالت سيد مات وجي سيد غيره طوارس السيادة كلهم عزماء وكلهم يقدروا وطبعا هتقول يا جماعة الكلام ده مبلغ اوي فيه هقولك في مجال الفخر كل شيء ايه مقبول هنا وطبعا واحد فيه طالب ممكن يقولي تب ليه الشاعر ما بدأش بالغزل والبقاء الاطلال زي القصائد الجهلية ما هو هنا اساسا الموقف اللي هو فيه هنا ايه موقف الفخر بقبيلته هيتغزل في من اهانته طيب هنا اذا سيد منا خلا قام سيد كقول لما قال الكرام فعول وهنا دي كناية عن طوارس السيادة الشطر الاول بعد كده لاحظ كلمة ققول فعول ده محسن بديعي ققول وفعول ماشي واخد بالك وفيه كمان عندي اه انا بقولي المحسن البديعي بالبيت تباق ولا جناس ولا تصريع ولا الاولى والسانية تعال كده بص خلا وقام خلا يعني مات وفيدي مكانه وقام يعني تولى بدلا منه وفيه عندي ققول وفعول برضو عكس بعض وفيه ققول وفعول جناس يبقى هنا الاولى والايه الاولى والسانية خد بالك فيه في المثال هنا محطوط خط تحت كلمة سيد الخط ده خطأ شاورلك عليه ده كده خطأ هو المفروض تحت كلمة قام خلا وقام وققول وفعول ده تباق وققول وفعول لوحدها ده جناس ايه ناقص بعد كده هنا علاقة قام سيدهم بما قبلها يعني اذا سيدهم منا خالها ها النتيجة ايه قام سيد يبدأ ايه نتيجة لما قبله قام سيدهم ققول لما قال الكرام فعول وما اخمدت نار لنا دون طارق الله عن كلام ولا ثمنا في النزيلين نزيل دخلنا في اهم الصفات وما اخمدت اخمدت يعني اطفئت وما اخمدت نار لنا ايه ده واحد يقول لك ايه ده نازل بتقبض النار دول ما جوز طبعا اكيد ديش المقصود كده خالص وما اخمدت نار لنا دون طارق المعنى بيكمل بعضه السياق ما بيقولش كده دون طارق طارق هنا المفروض يعني ضيف وجمعها طرات يعني نيرانا عمرها ما اتطفت في وش ضيف والنيران كانت هنا رمز للايه رمز لانضاج الطعام رمز للأكل رمز لكرم الضيافة يبقى على طول نيرانا مولعا يبقى على طول احنا بنكرم الضيف ولا زمنا عابنا في النازلين نذيل وعمر ما فيه ضيف مشي من عندنا وبيجيب في سيرتنا وبقول الناس دي وحشة الناس دي بخلة اذا هنا تعالك هنا نشوف المعنى الاجمالي قرم قبيلتي لا حدود له فلا ينقطع طعامنا طعامونا وشرابونا عن الديوف وعابر السبيل ولذا لا تجد من يعيبونا منهم هنا بقى خد بالك فيه طالب ممكن يقول وما اخمدت اخمدت ده فعلي مبني للمجهول يا استاذ هقولك في قولة سنة وبقى بنقول عليه اجاز بحسف الفاعل وهنا طبعا للعلم بالفاعل لان احنا ما طفناش نارنا احنا اللي بنتفيها يعني يبقى معناها ايه ان نيرانا لو انطفقت هتبقى لا ايرادية سقط مطر عليها مثلا لكن احنا عمرنا ما بنتفيها وهنا نوع الخيال في البيت ايه هو هنا شابه حاجة بحاجة هو بقول نيرانا ما انطفتش في وش ضيف ولا عمر حد ماشي من عندنا بيجيب في سرتنا يبقى هنا التعبير بيوحي يبقى دخلت على الكناية والمجاز المرسل هنا الكناية بتحتمل المعنيين هو نيرانهم ما انطفتش يبقى معناهم انهم عندهم كرم ضيافة يبقى دي كناية مش مجاز مرسل يبقى دي كناية عن كرم الضيافة وحسن الاستقبال او الكرم وحسن الضيافة هنا كناية السؤال اللي بعد كده تنكير ما تحتاخط ما اخمدت نار طارق نزيل يعني اي ضيف اي نزيل يبقى كل ده ناكرة للعموم ناكرة للايه للعموم بعد كده اه وما اخمد نفس البيت ولا زمنة في النازلين نزيل بقول لك ما تحتاخو خط اسلوب ايه هل هو مؤكد طب فين اعداد التوكيد ده فيش ان ولا انا ولا قد ولا لقد يا استاذ ما احنا خدنا السنة اللي فاتت في تالت اعدادي خدنا ممكن التوكيد يبقى بالتقديم والاي والتأخير وخدنا التأكيد ممكن التوكيد يبقى بالنفي والاستثناء اللي هو احنا بنسميه اسلوب القصر اسمه اسلوب الايه القصر بقول ولا زمنة مين اللي هيزمنة ولا زمنة في النازلين نزيل ترتيب الجملة الفعلية ولا زمنة مين اللي لا زمنة نزيل طب ما انا قدمت عليك جرور مجرور في النازلين يبقى ده اسلوب قصر يبقى اينا ده اسلوب قصر واسلوب القصر بيفيد التوكيد يبقى بص الإجابة بتاعتك هتبقى إيه هل هو مؤكد عندك مؤكد عندك إنشائي عندك قصر عندك الأولى والسالسة أكيد هو لو قصر وانت متأكد يبقى بيأكد يبقى الأولى والإيه والسالسة وأيامنا مشهورة في عدونا لها غرر معلومة وحجول دخل بقى على الحرب يبقى اللي فات كان بيتكلم على المجتمع والقرم وصفات القرم وقبلها بيتكلم على الزعانة بتاعت القبيلة وهنا هيتكلم بقى على إيه معاركنا وحروبنا ودي أكبر دليل بلغة بقى إيه الماء يكد بالغطاس زي ما بيقول أيامنا الأيام عند العرب بيطلقوا عن المعارك أيام يبقى أيامنا يعني معاركنا مشهورة في عدونا لها غرر معلومة وإيه وحجول يعني معاركنا مشهورة وفي عدونا يعني دليل على إن عدونا تهزم مننا فاسألوا علينا ليها غرر؟ الغرر هي تعتبر علامة بيضاء في إيه في جبهة الخيل العربية الأصيلة والحجول دي بتبقى في رجل الخيل العربية الأصيلة يعني معناها إن حروبنا لها شهرة وشهرة إيه على مستوى القبائل هنا الأيام هجري بسرعة شوية عشان نخلص الأيام هنا المقصود بيها الحروب يبقى دي مجاز إيه مرسل وهنا أيامونا مشهورة في عدونا يبقى احنا بننتصر عليهم كتير يبقى دي كناية عن كسرة المعارك وهنا أيامونا لها غرر ده استعارة مكنية لأنه شبه الحروب بالخيل العربية الأصيلة اللي يدل على شهرتها لأن الغرة دي بتكون الخيل العربية ودي استعارة مكنية بين غرر وحجول غرر يعني علامات بيضاء في جبهتها وحجول علامات بيضاء في الرجل الفرس يبقى ده نفس العلامة يبقى تراضف وبعد كده عندي آخر بيت بقى سلي إن جاهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول لو مش بيصدقاني بقى اسألي اسألي الناس قولي لهم هم مين وإحنا مين وعموما مش هتساوى العالم ولا الجهول فانت بتجهلي قدرنا فحاولي تسألي عشان خاطر تعرفي معلومات هنا طبعا ما تحته خط سلي يعني اسألي يبقى اسلوب إنشاء النوعه إيه؟ أمر وأمر إيه؟ أمر للنصح لأنه بينصحها مش بيرجوها يبقى هنا اسلوب إيه؟ أمر وبعد كده عندي المحسن البديع هتلاقي كلمة عالم وجهول في الآخر ده تبق إيه إجاب وهنا آخر حاجة معنا لاعتزاز بالقيم الرفيعة بعد عاطفة الشاعر العصر الأدب الجاهلي غرض النص كان الفخر بالقبيلة وكلمة الفخر تجعلني أريد منكم دوما أن أفخر بكم وأراكم في أعلى الدرجات وتحققون مستويات عليا في التعليم بإذن الله سبحانه وتعالى أشكركم زملائي أشكركم أبناء الأعزاء وأشكر زملائي العاملين بقناة مصر التعليمي على جهديم الوفير أدعو الله عز وجل أن يحفظ بلدنا مصر من كل سوء ومن كل داء وأن يكون النجاح حالفكم دوما أيها الأبناء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته